مشاريع واعدة تجذب أنظار جميع المختصين والمسؤولين للإطلاع عليها وعلى نتاجاتها من أجل ذلك زار وكيل وزير الكهرباء العراقي العتبث العباسية المقدسة واطلع عن كثب على بعض مشاريعها الاستراتيجية واصفاً إياها بالمشاريع الحيوية والواعدة وانموذجاً يحق لنا أن نفتخر به ونتعلم منه للنهوض بواقع بلدنا العزيز المشاريع هي نموذج واعد لمستقبل جديد للعراق سنحتذي به ونضيف ونتعلم منه ونتمنى أن تكون كافة مؤسسات دولة تحذو حذو العتبة في إنشاء هكذا مشاريع عملاغة كبيرة وهذه تجربة أتعلم منها ونعتز بها جولة ميدانية شملت عدة مشاريع صناعية منها دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ومحطة تحويل الكهرباء إلى جانب زيارته مرآب الكفيل الفني إضافة إلى مستشفى الكفيل التخصصي وتم تقديم شرح مفصل له عن كل مشروع من ضمن برنامج معد من قبل إدارة العتبة العباسية المقدسة لمجموعة من الأخوة المسؤولين والوزراء أو كلاء الوزراء زيارة مشاريع العتبة العباسية والاطلاع عليها عن كثب بشكل مباشر لتقييم الحالة وبنفس الوقت أيضا ممكن التبادل الخبرات وتبادل التجارب بين العتبة ومشاريعها وكذلك الوزارات المعنية العتبة العباسية المقدسة ومنذ الوهلة الأولى عملت لتكون الرائدة من خلال مشاريعها المتعددة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة جذبت أنظار الجميع ترجمة نانسي قنقر